موسيقى ياريت توجهوا للقناة تشتركوا فيها واتفعلوا خاصية استلام الاشعارات وياريت تدعمونا باللايكات واذا كان عندكم اي تعليق او اي السفصار او اي اقتراح ياريت تضفونا اياه في التعليقات على هذا الفيديو وخلينا نبدأ طبعا بعد ما انتخلنا للبرنامج واشتغلنا شغل المونتاج وقطعنا وزبطنا كل امورنا وصار عنا المشروع جاهز للتصدير طبعا بدنا نصدروا هالجات طريقة التصدير بنروع على فايل على اكسبورد في عنا ميديا وبنضغط عليها او طريقة سهلة واحنا طبعا نوقفين على التايم لاين بنضغط على كوترول ام بتفتح حلقة معنا البنال الخاصة بالتصدير بننتقل لأول حاجة اللي هو الفورمات طبعا بالعادة هي بتكون مش معلم على اتش 264 احنا بدنا نكون مفاعلين هذا الخيار اللي هو اتش 264 مش وندوز ميديا او اي صيغة تانية احنا بدنا نكون مفاعلين هذا الخيار طبعا الخيار هذا احيانا يكون مش متواجد عند البعض لانه مش مسبت لكويك تايم احنا لازم نسبت لكويك تايم طبعا نحط لكم رابط البرنامج في الديسكريبشن بعد ما اخترنا الفورمات بدنا ننتقل لبريسيت بفتح عنا البنال زي ما احنا شايفين في عنا صيغ كتيرة طبعا البعض بيختارها مثلا الهاي كوالاتي 1080 رح يكون عنا الحجم مثلا 663 ميجا بايت لو مثلا يختارنا الصيغ الخاصة في اليوتيوب اللي بعض بيستخدمها رح يطلع عنا الحجم 500 ميجا بايت طبعا هاي احجام كبيرة رح تشكل عنا عايق في عملية الرفع رح تطول اكتر وطبعا رح تثقل الجهاز ورح يكون عنا مسلا مساحة اكبر ورح تاخد مساحة اكتر في التخزين على الجهاز طبعا احنا خلينا نشوف الصيغة الاحسن اللي احنا ممكن نختارها وتعطينا حجم اقل احنا عنا هان الماتش سورس اللي هو رح يعطيك نفس اعدادات الفيديو اللي انت ورح يعطيك حجم اقل طبعا احنا بفضل اللي هي الصيغة الافضل الماتش سورس الميديام برايت طبعا احنا ممكننا نختار اي واحدة من الاربعة هدول بس الصيغة الافضل اللي هي الميديام برايت بنختارها زي ما احنا شايفين الحجم انتقل لمية واربع ميجا بايت ورح يعطينا نفس الجودة ولكن الحجم اقل بكتير وبهيك بنكونوا نصلنا نهاية حلقة اليوم اللي تكلمنا فيها كيف فينا نصدر الفيديو باقل حجم ممكن وباعلى جودة يا ريت اذا عجبكم الفيديو تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وما تنسوا تدعمونا باللايكات ويعطيكم الف عافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته